موسيقى تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن توصلت المعارك العنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية وأفراد داعش أمس على مشارف الأحياء المحاذية للمدينة القديمة في الرقة وقالت المتحدثة باسم حملة غضب الفرات للثعادة الرقة جيهان الشيخ أحمد إن اشتباكات عنيفة تدور مع داعش الذي يلجأ بشكل كبير إلى الألغام والقناصة ويرسل بين الحين والآخر السيارات المفخخة وكانت هذه القوات تسعى لبسط سيطرتها الكاملة أيضا على حي الصناعة المحاذي للمدينة القديمة حيث يتحصن أفراد داعش بشكل كبير هناك حررت القوات الأمنية العراقية الجزء الشمالي لحي الزنجيلي في الساحل الأيمن لمدينة الموصل وقال قائد عمليات قادمون يانينوى عبد الأمير راشيد يارلة إن قطاعات الشرطة الاتحادية اقتحمت حي الشفاء في الساحل الأيمن من مدينة الموصل وبذلك تم تحرير حي الزنجيلي بالكامل يستقبل مستشفى السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء كل دقيقة مريضا واحدا على الأقل مصابا بمرض الكوليرا متسببا في وفاة 923 شخصا ومهددا حياة 124 ألف شخص وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن ملايين اليمنيين معرضون للمجاعة وإن المنظمة تسابق الزمن حتى لا يصل اليمن لتلك المرحلة وقالت المتحدثة باسم البرنامج برنامج الغذاء العالمي إن ثلث سكان اليمن يعيشون أيامهم دون أن يعرفوا مصدر وجبة طعامهم المقبلة أعلن رئيس جهاز الإطفاء في العاصمة البريطانية لندن اليوم أن عددا من الأشخاص قضوا في الحريق الهائل الذي اندلع فجرا في برج سكاني غربي لندن وكانت أجهزة الإطفاء أعلنت في وقت سابق إصابة 30 شخصا بحروق في الوقت الذي يمكن أن يكون فيه عدد غير محدد من الناس داخل البرج الذي يضم 120 شقة موزعة على 27 طابق قال مسؤولون يوم الأربعاء إنما لا يقل عن 134 شخصا قتلوا في بنغلاديش عندما دفنت سلسلة من الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة عدد من المنازل واختفى الصيادون وعددهم 86 بعد أن أغرقت العاصفة قوارب في خليج البنغال يوم الاثنين وتم إنقاذ 24 صيادا كما ألحقت العاصفة أيضا بعض التلف بمخيمات يقيم بها لاجئون من مسلمي الروهينغا أفادت دراسة بريطانية حديثة بأن شرب فنجان واحد من القهوة يوميا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد وأثبتت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين يشربون كوبا واحدا من القهوة يوميا أقلوا عرضة لخطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 20% نهاية الموجز في أمان الله ترجمة نانسي قنقر